تستمر القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في استقبال المواطنين من أقارب منتسبي قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وذلك بعد فتح باب التطوع في القوات الاحتياطية استجابة لافتة من قبل المواطنين البحرينيين من أقارب منتسبي قوة دفاع البحرين والحرس الوطني مبادرة طوعية من قبلهم للمشاركة في التطوع للقوة الاحتياطية ضاربين المثل لولاء أبناء البحرين للمملكة فهم تقدموا للتطوع رغبة منهم بتلبية الواجب الوطني والذود عن أمن واستقرار الوطن في جميع الأحوال يعني أحنا طبعا في خدمة الوطن وفي خدمة القيادة الرشيدة الله يحفظها وطبعا أنا شخصيا كنت من ضمن المتطوعين في أيام وزارة التربية والتعليم وأيضا تطوعت في وزارة الداخلية للجنة الكورونا وطبعا هذه الشيء مو غريب على البحرين ويعني أحنا نتمنى من جميع المواطنين أن يكونوا في الصفوف الأمامية مع القيادة الرشيدة ونكون سند للقيادة الرشيدة حفظها الله ورعاها ومع الاستعداد لانطلاق المرحلة الأولى من تدريب المواطنين المشاركين في القوة الاحتياطية حرص المقبلون على التطوع للانخراط في القوة الاحتياطية فمنذ انتشار الإعلان على مختلف وسائل الإعلام أكد المتطوعون فرحتهم وحرصهم على الالتحاق وذلك نظرا لأهمية القوة الاحتياطية في إسناد قوة دفاع البحرين الحمد لله نشكر قوة دفاع البحرين يعني على فتح مباب التطوع ووالشيانة شفت الإعلان في الانستجرام وقدمت الحمد لله عند الشيطة المقابلة وإن شاء الله يعني غبلوني عشان يعني نماث البحرين وحنا يعني نفديها بروحنا وكل ما ناملك يعني والله يحفظ مملكة البحرين قيادة وشعبا المتطوعون في قوة الاحتياطية من أقارب منتسبي قوة دفاع البحرين والحرس الوطني أكدوا مرارا وتكرارا وجددوا دعوتهم لأبناء البحرين للانخراط في القوة الاحتياطية وهو الأمر الذي انعكس على حرص المواطنين في الإقبال على هذه الخرمة الجليلة للوطن في تلبية لنداء الواجب الوطني ومواكبة للخطوات التي اتخذتها القيادة العامة لقوة دفاع البحرين لتعزيز مسيرة الأمن والاستقرار التي تتمتع بهم مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر